في اليوم الثامن والثلاثين بعد ثلاثمائة من بدء العدوان على قطاع غزة لا يزال القصف مستمرا على القطاع فيما توقفت الشاحنات عن المرور عبر معبر كرم أبو سالم نظرا للعطلة الأسبوعية في إسرائيل على صعيد آخر تستمر المرحلة الثانية لحملة تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال التي تنتهي يوم غد الأحد المزيد يطلعنا عليها الزميل باسم أبو لانين مراسل التلفزيون المصري الحرب على غزة تدخل يومها رقم ثلاثمائة وثمانية وثلاثين وسط تعنت إسرائيلي متصاعد ووتيرة حصار متزايدة ومتعنتة على الشعب الفلسطيني في غزة مع إعلان الضفة الغربية أيضا منطقة ومسرح عمليات لتكون الحرب ضد الفلسطينيين حربا شاملة في كل الأرض الفلسطينية في يومنا هذا الذي بدأ صباحه باستشهاد أربعة من الفلسطينيين في قصف استهدف تجمعا للمواطنين في وسط غزة هذا القصف الإسرائيلي المتواصل الذي لا يهدأ ولا يعتبر لأي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية على القطاع فيستهدف الكبير والصغير والشيخ والمرأة والمصاب والمريض الجميع مستهدف لا يستثني من ذلك بيتا ولا دور عبادة ويتزامن هذا القصف أيضا في دخول المرحلة الثانية من عملية تطعيم الأطفال الفلسطينيين دون سن العاشرة إلى يومها قبل الأخير التي تستهدف ثلاثمائة وأربعين ألف طفل فلسطيني دون سن العاشرة وتبدأ من يوم التاسع من يوم التاسع المرحلة الثالثة والتي تستمر حتى الحادي عشر من سبتمبر الجاري المرحلة الثالثة والأخيرة لتطعيم الأطفال الفلسطينيين دون سن العاشرة من مرض شلل الأطفال والذي يستهدف في مرحلة الثالثة نحو 150 ألف طفل فلسطيني وذلك بعد رصد أول حالة من مرض شلل الأطفال والذي تم القضاء عليه منذ أكثر من 25 عاما تتوقف الشاحنات لدخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم اليوم بسبب أن اليوم السبت هو يوم عطلة في إسرائيل ولكن القصف لا يتوقف بسم أبو العنين التلفزيون المصري مدينة العريش